بنات صالح اللي داي يحقق اليوم يمكن ترند في العراق كل وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عنها كدورك وكنظرتك لردود الفعل أنا أعتقد الدراما بحاجة بحاجة ماسة إلى دعم حقيقي بالتالي أنت من يكون مثل هكذا عمل مثل بنات صالح أنا أعتبر كل اللي يشتغلوا بنات صالح بأصغر دور بأكبر دور هم صاروا نجوم يعني وإلهم تأثير بالشارع والناس تابعت ومو تابعت وإنما عاشت القصة ويعنا بدليل يعني قسم من الناس ما تحملوا بدأوا يتنمرون على كذا هذا هي تشي لابيس هذا هي تشي قايل هذا كذا مرة تدزولك يقولوا لك ممكن ترجع يعني ترجع فاتن ترجع حلصالي يعني عاشوا بالدور أخذنا بعض من هذه رح نعرضها أثناء الحلقة شعبنا احنا تعرف حضرتك أنه يحبون هاي الروح الفكاهة يمكن يعلقون بالإيجابة أو بالسلب على كل شيء بفترة يعني بدون يمكن إساءة وهذا شيء جميل يعني لا لا أكيد هذا ما يأثر بالعكس هذا يونس بس بالمقابل مرات أنت تدرك أنه قسم من الناس يعني ما احترام للناس البسطاء يصوروك يعني مثلا أنت بكيفك تحتي نعم تبكيفك تلبس ممكن اليوم يخابرك وباشر أنت تروح تغير الناس هما ما يدروا مثلا نحن مكملين يعني العمل قبل رمضان بشهر وكذا يعني عبالة ممكن يفهم يعني يكون عبالة مترجع فاتن يعني عبالة مترجع فاتن يعني هاي شغلات ستمينة إعلامية فنانة هذه الدخلة اللي دخلتي بيها اليوم في المسلسل هذا أول عمل لا أنا مشتغلة سابقا اشتغلت مع ولاة بطيخ مجرد مشاهد واشتغلت بمسلسل العدلين رمضان الفات نعم بس بنات صالح يعني هو ضاف لي هالسنة طيب اليوم أنت يعني خلال الفترة الأخيرة الثلاث سنوات بنلاحظ الدراما العراقية أكون تقالة حلوة إيجابية باعتبار يمكن أنت هذا الدور الأول اللي كان بالنسبة لك حقق شهرة يمكن أكثر من البقية لحد الآن وإحنا أيام على نهاية المسلسل مثلا شلون شفتي ردود الأفعال تقبل الناس لدورج يعني بقى أستاذ مازن هو كل دور عدنا وكل شخصية بالمسلسل أكو إلها منتقدين وأكو إلها الأشخاص اللي يحبوها نعم أنا كدوري كريم أيضا مثل ما قال أستاذ ستار هو يتوصلني مسيجات أنه ريم سيفي خونج ريم هسته تطلع مبنة صالح يعني صاروا يألفون قصر ثم بس مجرد يواصلون نفسهم حتى يتخيلون النهاية من كثر ما متحمسين يريدون أن يعرفون شلو نهاية المسلسل الدور يعني أخذ صدى الحمد لله ده أشوف الناس ده تحكي برين ده تحكي بقية البنات فشفت يعني شي حلو تتوقعين أنه راح تكون انتقالة مرحلة في حياتك هذه مؤشر عليها يعني تعتبرها انتقالة؟ طبعا الانتقالة الحقيقية اللي حصلت لي من بدايتي آني بالسوشال ميديا أو بالفن لحد الآن هي بنات صالح يعني أنا ناس اللي أصدقائي مني باركولي كلهم قالوا لي هي هذا الطريق هسا أنت بديتي تمشين بالطريق الصحيح أنه بنات صالح قدم لي هواي أمور بهذا رمضان فحسة هو بداية الطريق إن شاء الله رح نرجع ونشول في حياتك على موضوع أنه دخوليش للإعلام بداية بعد ما نسأل الأستاذ ستار اليوم شنو نقدر نستثمر هذا التفاعل الكبير هاي الإيجابية من الشارع قليل ما كنا نشوف الناس يمكن يتابعون مسلسل عراقي الحد قبل ثلاث سنوات يعني كانت الناس بصراحة المسلسل العراقي انتقدوه وبلهشت معرف فحضرتك قارن لي اليوم بين مسلسلات التسعينات اللي اشتغلت بها حضرتك وبين العمل اللي اليوم اللي أصبح يعني الشباب يدولوا أكثر شوف الحقيقة الدراما بها شيء كأنما هي سياسة ومرات تعرف السياسة مرات سياسة معينة تضرب في زمن معين في مكان معين الدراما هكذا يعني إذا تلاحظ يعني من خلال هذا سوي السيرتش على كل الأعمال اللي اللي استطاعت أن تصل للمشاهد بسرعة يعني مثلا عالم الست وهيبة اجي بوقت كأنما الناس محتاجة هكذا عمل يعني المسر وعيون المدينة اجي في وقت الساحة والساحة الدرامية خالية من هكذا أعمال حتى البيت الطين من إجه كانت أكو فراغ كبير بالأعمال الريفية العراقية من إجه هذا العمل وبالكوميديا اللي طرحتها بالأسماع حتى الوجوه الجديدة استطاعت استطاعت أن تصل إلى المشاهد وهكذا احنا من الجنب ذئاب الليل إذن يعني فعلا اجت بظرف كان يعني المواطن العراقي يعيش حالة هذا القلق والحصار فمنطلع كأنما هو متنفس أنا يبدو لي بنا صالح مو لأنه هو أفضل عمل أو لأنه كتب هكذا بس يبدو لي أنه اجي بعد مرحلة من الأعمال العراقية اللي هي استنفذت الزمن السابق والتفجيرات والقتل يبدو لي هكذا يبدو لي كان المشاهد متعطش أن يشوف عمل قريب من العمال العربية بيقصة بيحتوتها محلية يعني شوف يعني ناس أنا لاحظ أنا من خلال أكثر من عائلة أكثر من كذا أشوفهم يعني المرأة تعدل كذا وتكمل شغلتها حتى في سبيل أن تتفرغ تشوف العمل يبدو لي هي هذه العاطفة العائلية كلش مهمة والأب بالنسبة للعائلة هو عنصر أساسي وأنت تعرف بلدنا الآن بكثير من الناس اللي استشهدوا تركوا أبنائهم وبناتهم يمكن هذا أيضا إلى تأثير مهم وضروري بهذا العمل لتقبل العمل طيب اليوم أنت يعني عدنا مخرج سوري يمكن والكاتبة لبنانية هذا أثر انطفد تتش الناس تريده انطفد شي جديد مختلف بحيث يجعلين الناس تابعة لو هو بالغالب أداءكم اللي كان يعني بالرقم الأول أو بالمرحلة الأولى لا بصراحة هو لا لا أداءنا ولا المخرج الحقيقة لو كان أيضا ممثل مخرج عراقي لو كانوا غير نمثلوا الشخصيات أنا أعتقد وهذا سر الدراما أنك تأتي بحتوتة وقصة قريبة من الناس قريبة من حياة الناس كل ما تكون قريبة من حياة الناس يعني مهما يكون النجوم ترى ما لا علاقة لا تأثير النجم ولا تأثير المخرج إلا اللهم لماذا المخرج المخرج ممكن ينطيك ملاحظات يعني أخصوصا احنا هوادنا نتكلم عن المخرج ومن خارج بيئتنا تمام تمام ممكن يطيك ملاحظات ممكن يكون يقود العمل بشكل صحيح ولكن يبقى الأساس الحقيقي لمشاهدة أي عمل هي القصة تشوف أعمال يعني تركية احنا ما نعرف لا الممثلين مالتهم ولا المخرج ولا كذا بس مجرد ما تشوف يشوفون بالعوائل العراقية يشوفون هاي القصة مثلا قريبة من حياتنا يحبوها وهو هاي المشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا